كل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم متابع قناة حياة المعرفة في حلقة جديدة والجزء الثاني عشر فلا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وتفعيل جرس التنبهات علشان يوصلكم إن شاء الله كل إشعارات القناة تفزع الممرضات وبعض المرضى من صرخة حسامة العتية وقد تجمع البعض في بداية الردها والتي يقع في آخرها دورة المياه بينما تتساءل الممرضات عن مصدر تلك الصرخة الرهيبة وبينما يبحث الجميع عن مصدر الصوت يدخل أحد المرضى إلى دورة المياه ليجد شابا وقد شاب شعره ووقع منكفئا على وجهه داخل الحمامة الأخير وكان يهذى بكلمات غير مفهومة واستدعى أن مرضاية الطبيب النبجي ليجري كشفا مبدئيا على الولد وشخص حالته بأنها انهيار عصبي مفاجئ نتيجة لصدمة قوية وأنه لم يعرف تفسير إبيضاد شعر رأسه وتم نقله إلى عنبر آخر بينما لا يعرف الأب الغارق في الغيبوبة شيئا عن ابنه البكرية وفي اليوم التالي يزور الخيل والجدة الأب ليفاجأوا بما حدث للولد وتنهار الجدة حزنا على حفيدها الشاب بينما تطمئن الممرضات بأنه سيتعافى ولم يغب عن الجدة أن شكل الولد تغير فقد أصبح كشيخ عجوز وما لمح أصبحت أكبر سن علوة على شعره الأبيض مع مرور الوقت تتحسن حالة حامد وقال خرج من المستشفى بعد أن سبقه حسيم إلى المنزل بعدة أيام استقبلت فاطمة ابنها بذهول من منظره وارتجف قلبها لوعة على الشاب الذي شاب شعره وبان العجز على وجهه وأحطته بعناية الأمة وإن كانت بينها وبين نفسها تعتقد أنه عقاب أنزلته أشجان ابنتها بأخيها انتقاما من تقززه منها في الموض القريب وامتلأت الحيرة والصمت بينما الولد أصبح كالمعاقين ذهنيا فهو صومت لا يتكلم ومعزول دائما في غرفته وخافت فاطمة على الولدين الآخرين فرتبت له الغرفة الصغيرة لينزل فيها وحده وعاد حامد لتستقبله فاطمة بفتور وإشمئزاز وإن كانت تهتم به اهتمام الزوجة المخلصة فحامد زوجها وأبو أولادها برغم كل شيء ولم تتكلم معه بخصوص علاقته بالراقصة وأجلت هذه المواجهة إلى حين أن يتعاف زوجها وابنها المسكين ظن مجدي أن سيقه قد بوترت وأقد علاجته أشجان بعض شرسة في موصر رقبته من الخلف وصرخ بألم ساحق بينما سلمة متحجرة ملتصقة بالحق تنظر للمشهد الجهنمي بذهول يرفس مجدي بسيقه السليم البنت بعيدا عنه بينما البنت متشبتة بأثنانه في منتصف سيقه تهب سلمة للدفاع عن زوجها بينما باب الشقة يكاد يتحطم من ضرب الأم عليه تسرع سلمة لتفتح الباب لتدخل الأم لتجد ابنها ساقطا عن الأرض ينزف من سيقه تنظر الأم لابنها ثم تنظر لسلمة بحقده وقد غلاء الدم في عرقها بينما سلمة تحاول شرح الموقف الذي رأته بعينها للأمة لا تسمع الأمة منها شيئا بل انهالت عليها بالصفعات والركلة بينما لا تأتي سلمة بأي رد فعل سوى الذول تركع إلى جانب ابنها النازف وتقول تركع إلى جانب ابنها النازف وتقول عملت فيكي أنا لازم أوكل قلبها يتلوى مجدي وقد أمسك بسيقه بألم أمي الحيني أنا حاسس أن رجلي تقطعت تعود سلمة لبيت أمها مضروبة مهينة من حمتها وتستقبلها أمها بذهول وتغلي غضبا وحقدا على الأم فاطمة وتعتزم التوجه لها لتثأر منها وتمزقها شر ممزق فهي امرأة قوية الذي كانت تستعين به في ضحر أي منافس لها لدرجة أن الجرون يعملون لها ألف حساب تتوجه أم سلمة لبيت مجدي بينما تتقافز في وجهها وعقلها الشياطين تقتحم العمارة في الوقت الذي توجهت به الجدة مع مجدي وبعض الجرون للأسعاف تقف المرأة أم سلمة في مدخل العمارة قوذفة اللهب من حلقها كالتنين تشتم وتصول وتجول في شرف العائلة ورجولة المسكينة مجدي بينما الرجال كلهم خارج المنزلة تسمع فاطمة الشتائم من شقتها بالدورة الثانية لتهرع إلى سلمة العمارة لتقابل المرأة الغاضبة على السلمة تنظر لها المرأة بحقد وغل وتشتمها وتقول لها بالفوض يعيل كذا وكذا والكثير من الشتائم بتضرب بنتي أولاد كذا وتشتم والنبي لأجرك من شعرك بنتي كذا وشتائم كثيرة لا داعي لذكرها وتنظر لها فاطمة ذهلة وهي لا تعرف أصلا لماذا تفعل هذه المرأة كل هذا تحاول تهديئتها وتضع يدها على كتفيها إي يا أم سنة كفل الشار حصلي تنفض المرأة لها إجار فاطمة بقسوة عن كتفها وتصرخ ومش هسكت يا بنتي كذا وكذا وتشتمها وزي ما أمك ضربت بنتي وطردتها أنا ها أطعك أنا ها أطعك بأسنان يا بنتي كذا وكذا والكثير من الشتائم تنظر لها فاطمة بتركيز بينما تمسك المرأة ملابس فاطمة وتخلى عنها طرحتها وتجرها من شعرها لأسفل تحاول فاطمة التخلص منها ولكنها تفشل بينما المرأة تتمسك بشعر فاطمة وتجرها إليها وبينما المعركة دائرة على سلم المنزل تلمح فاطمة أشغان تقف في بئر السلم السفلية وبنظرة واحدة لعين أشغان تتحول فاطمة لنمر شرس وتزأر في وجه المرأة بعنفة بينما تضربها في ساقها وتلطمها على وجهها ببنونها تلقت المرأة اللطمات بذهول وقد سالت الدماء من زوية فمها بينما تكورت عيون فاطمة في الشيطانية وغضب رهيب حاولت المرأة مواصلة الشجار الذي تتقنه ولكنها عجزت أمام جوروت فاطمة الشيطانية تحاول التراجع بينما فاطمة قد تقوض ظهرها نازلة على السلم بينما المرأة تدحرج أمامها على السلم وتجمعت الجيرون من جديد وأخرج أولاد فاطمة وزوجها المصوب وزوجية الإخوة ليخلص المرأة من براثن فاطمة وقد تقطع شعر المرأة بين أصابع فاطمة المتصلبة وبينت كخرقة بالية بين ساقية فاطمة وتعود الأمة لتجد العمور مقلوب رأسا على العقبة وقد تجمع الناس أمام الباب الحديدية تدخل الأمة بسرعة بصحبة مكدي والذي بدأ يجر رجلها المصوبة بصعوبة وقد تكور الشاش والقطن والدعمات حول ركبته اليمنى لتجد فاطمة جثمة على أنفاس المرأة بينما الجميع عاجز عن تخليص المرأة من الحلاجينية الشيطانية لفاطمة وتنتهي العاصفة بالطليق الفوري لمكدي وسلمة لتعود العروس العذراء إلى بيت أبيها ويكتئب مكدي ويغلق أبواب ألمه على نفسه وترجع فاطمة لحياتها الغريبة الصامتة متناسية خسائرها في ابنها حسيم الذي صور شبه المجذوب الذي يمارس حياته الشبابية بصمته والأخر بينما يتغير حامد ليصبح أكثر التزاما بالبيت وتهجمه الكوبيس بين ليلة واخرى بسبب صدمته في الرقصة ويعتبر أن هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على ما فعله في السق والغريب أن أشجين ظلت مختفية مدة ليست بالقصيرة لدرجة أن فاطمة تخيلت أن أوهما هي من كان يرودها وليس ابنتها المفقودة المشوهة وتستخر العمارة بهدوء ويخلو تدرجيا من تحفز الرعب الذي ابتلى به أهلها تسكت الأم عن الكلام وتقوم لإعداد طعام العشاء بينما أنا ما زلت مقيما عندها في شقة أستلقي في مكاني على ظهري طلبا لبعض الاسترخاء بينما يذهب مجدي في مشوار قصير وتدور في بالي كل الأحداث التي قصتها الأم على مسامعي واستوقفني سؤال لم يدر في بالي قبل لماذا ولدت البنت مشوهة شيطانية؟ هل مجرد اللبث الشيطاني الحادث لفاطمة؟ هل هو السبب؟ أم أن الموضوع له أساس أقدم وأكثر سوخا؟ كنت أسمع أن الجن يعشق الإنسية ويحول حياتها لجحيم حتى تتفرغ له وحده أنه يشعر مثل آدميين بالغيرة ويريد استحواذا كاملا له كما أن العفريت والجن والشياطين تحدث الرعب البصرية فقط وأن الخوف هو ما يفعل الفعل الفيزيقي نفسه من بيضاد للشعر أو تلف لأحد الأعضاء لكن الذي تفعله أشجان تلك الطفلة المرعبة هو فعل مادي مصحوب كل ذلك الرعب المهول الذي تعرضت له تلك الأسرة وبدأ عقل يعمل بسرعة الصاروخ مسترجعا تلك الأحداث فاطمة تحزن على أبيها المفقود في حارث بالطريقة الزراعية فاطمة تتغير وتذهب إلى حيث المقابر فاطمة تتقابل مع ذلك الكلب الأسود الضخم فاطمة تلت طفلة مشوهة غير مرغوبة أصلا من زوجها الطفلة تمارس طفلتها بغير تحفظ فهي ترضع وتلعب غير مدركة أصلا لتكوينها فهي ترضع وتلعب غير مدركة أصلا لتكوينها البشع إخوتها يتعاملون معها بنفور وخوف الطفلة تختفي في ظروف أشد غموضا الطفلة تعود أكبر سنا وتمارس انتقوما مريعا من أهل البيت فاطمة يتتعاطف بشكل أو بآخر مع الطفلة باعتبارها إمدتها المنبوذة فاطمة تتقوقع داخل نفسها ويتنام لديها شعور مبهم ينتهي بحرقها لذاتها الأب يهجر أشقها ويغلقها الجرون يعرفون الحادث ولكن مع مرور الزمن يتناسل جميعا الموضوع وينبقى موجودا في رقن قصير من وجدانهم بدليل أن البنت سماح ذكرت لي الحادث بمعض الصدفة بعد شهور من إقامتي في الشأة فاطمة تزورني زيورة مقيتة لينتهي بي الحال مصابا في شقة أمها هل كل هذه الأحداث تحدث بصدفة؟ كنت أسمع من جدتي أن عندما يظهر فأنه يريد شيئا من الأحيان يريد أن يبلغ رسالة من العالم الأخر؟ أو يريد انفرادا بمسرع الأحداث التي أودت بحياتي؟ هل الجد الطيبة لم تفعل شيئا حيال كل هذا الجنون؟ أسئلة لابد من الإجابة عليها وسوف أحاول جهدا أن أعرف يعود مجدي في المساء وكنت قد استغرقت في نوم عميق في غرفة الضيوف أشعر بلمساته وهو يهزني برفقة أفتح عيني لأجد مجدي واقفا وبصحبته شخص غريب لم أراه إلا الآن أعتدل في جلستي بينما ينظر لي الشخص الغريب بتركيز وترحاب فهو رجل خمس سنين بادي الوقار خفيف الشعر ذو ذقن أنيقة مهذبة يوحم ظهره العام بالنظاف والارتياح إن بدى لي مقتحما بشكل أو بآخر يتم التعرف الأستاذ رأفة حازم معالج بالكرآن الكريم وصديق للعيلة من سنين وتمتم بعبارات الترحيب بينما أسمع الأمة تعدى العشاء المكون من المكارونة والدجاج المحمر وتدعون إلى العشاء بينما يعتذر الأستاذ رأفة بأنه سبقنا ولكنه يقوم معنا للعشاء وسط الحاح الأم ومادي كنت أشعر بالجوع الشديد وخصوصا أني أحب تلك الأصناف فالأم طاهية ممتازة لها طريقة ونفس في الطعام أحبه وأعرفه من أطباقها السابقة التي أتحفتني بها على مر الشوء ولم يزعجني سوى نظرات رأفت لي بين الحين والحين أبتسم في استحاء حيال نظراته وأواصل الأكل بنهم بينما الأمة تزيدني بالدجاج الرائع وتلحى علي أن أوكل أكثر لأنني كما ترى هي في حاجة إلى التغذية ينتهي العشاء الرائع وتدور أقواب الشاي بالنعناع في غرفة الضيوف مجدلا بيننا نحن الأربعة معقول ما كنتش حاسس بأي حاجة في الشائعة طول فترة إقامتك فيها أنظر له بارتباق قائلا الحقيقة كنت بحس بحاجات كثير لكن كنت فكرها أوهام مش حقيقة زي إيه؟ يعني كنت بحس أن في حد قاعد معايا والغريب جدا والغريب جدا أن مع الوقت كنت بتغنس بالإحساس ده خصوصا أني لقيت طريقتي نفسها بتتغير يعني ينظر رأفة لمكدي بغتة ثم ينظر لي بتركيز أكبر قائلا ممكن توضح أكثر يا حازم يعني لقيت نفسي بحب الأفلام العربي والمسرحيات مع أن أصلا ما كنتش مهتام غير بالأفلام الأجنبي وكنت ساعات كثير بدخل الحمام ألاقي نفسي في المطبخ أو العكسة وكنت متخيل أني ساحيا وكنت بتنام إمتى؟ كنت بنام على الساعة خمسة أو ستة الصبحة لأني بطبيعتي بأسهر وبحب الليل وكان شغلي لا يتطلب موعدة الصبح بدري كنت بأسهر على الساعة 12 الظهرة وإيه اللي حصل معك بالضبط؟ يوقش على بدني وأنا أسترجع تلك المقابلة المروعة مع تلك الأقدمة المحترقة المشوهة وأصف له بدقة ما حدث بالتفصيل أول مرة أمام الأم ومجدي والتي تغيرت نظرتها وتوترت ومجرد ما قصص للرجل ما حدث لينظر الرجل إلى الأم في ارتباك بينما أنا غير فاهم وإن كنت قد استشفيت إن الرجل هو من قوم بتطهير البيت في الماضي أو ما شابه توجه الأم كلمها لرأفة بحزن قائلة إيه رأيك شيخ رأفة في اللي بيقوله حازم خصوصا إن الولد تبهدل ووقع على السلم قدامنا وكان هي موت من الخبضة وطبعا كل ذا حصل قدامنا أول ما وقع السلم ينظر رأفة لي ولا يتكلم ويمد يده ليضعها على جبيني ويغمض عيونه بتركيز ارتبكت من فعله ونظرت للأم لأجدها تنظر لي بتشجيع يمر الوقت ثقيلا ثم يأقذ الرجل يدي في يده وكأنه يصافحني ويضغط بشدة عليها وهو ينظر لي بتركيز ويتمتم بآيات لا أعرفها تمتد لحظة المصافحة الإجبارية لأشعر بعده بسخون متصاعد وطوقة تنتقل من يدي الرجل إلى يدي أنا شخصيا ومع تزايد تلقى الطوقة وجدت نفسي أحاول باستماية نزع يدي من يده ولكنه أطبق بحزم وشدة على يدي لأجد نفسي أن تفض وتسري في جسدي كهرباء وشعرت بمقتن وكرهية لهذا الرجل الفرض نفسه على شخصي وشعرت بمقتن وكرهية لهذا الرجل الفرض نفسه على شخصي حاولت وحاولت بلا فائدة وأحسست بثقل عارم في جفوني وأني أريد أن أنام أو أسقط في الفراغ لا أعرف كم نمت ولكن استيقظت بعد حوالي الساعة شاعرا بإجهاد غير عادي وبأنني ضعيف وواهن وبحث عن الجميع لأجدهم جالسين في الصالة يتحدثون يعني أنت شايف أن حازم تلمس؟ أنا متأكد أنه تلمس من أول أيام إقامتي في الشقة بس هو شايف الموضوع ده إمبارح بس الموضوع اللي شايفه ده مش بسبب أنه تلمس ده هو شايف شبح أختي وترعب منه العفريد ما يظهرش كده من غير سبب لازم في سبب وإن شاء الله هنعرف هذا السبب أسمع والولادة الأمة المكتومة وهي تتحدث بصوت خافض وهو إيه ذنب مش أنت يا شيخ قلت أن البيت بقى تمام ومتحصن من الحاجات دي يا حج أنا محصنتش البيت نفسه أنا حصنت البناء أدميني اللي عايشين فيه والولد ده إتلمس لأنه ما تحصنش زيهم أو يمكن فيه حاجة أنا مش عارفة حصت حكاية أنا حاسس أن فيه معاه في الشقة لها معين كتير منه لله حامد هو السبب ما كنا عايشين ورضينا والموضوع انتهى لازم يأجر الشقة يعني أنا متأكد أن الحاج حامد ما يقصدش وأفتكر أن الموضوع انتهى مع الزمن وعموما أنا هؤوم باللازم محازمة لأي الشيء أنا ملموس يعني ملموس دي ومين اللي لمسني طمول أنا مش حاسس باللمسة دي إزاي الراجل ده شكل نصاب ولا إيه طيب يعني فاطمة المحروقة دي لمستني وحبت تخوفني ولا إيه بس الشبح غير الجن ولا إيه أنه مش فهم حاجة خالص هكذا كنت أكلم نفسي وأنا شاعر بحصار جنونية أسقط في يدي وشعرت بخوف داخلي من نفسي نفسها يغادر الشيخ رأفة المنزل على الساعة الحالية عشر بينما تظهرت أنا بالنوم مبتعدا عن أي مجال للحديث أسمع الأمة تتابع التلفزيون بينما يصعد مجدل شاءته في الدور الرابع أو الخامسة أنتبه لقدوم الأمة لغرفة الضيوف لتطمئن على راحتي لتجدني مستيقظة تبتسم في وجهي قائلة إيه النمدة كله يحيزي قوم أشرب كبات لبن وبأصمات قبل ما تنام يأبني أقوم متفيقلا لأدخل الحمام وأخرج لأشرب الحديث مع هذه الأمة الطيبة تمهيدا لمعاودة النوم أتجذب معها طراف الحديث وأقاط طيارات كل رغبة في النوم وجددا بقولك يا نينا من الراجل رأف الده ده الراجل محترم بيعالك بالكرآن ربنا هدنا ليه بعد اللي حصل لعيال فاطمة ياسر وأمجد أنظر لها بفضول قائلا هو كان حصل إيه ليهم يا نينا ده أنا افتكرت أن الموضوع خلص خلص ده حنت بهدلنا يا حازم الله يرحمك وإسامحك بنتي بحق ما تعزبتي لكن يا نينا إيه سبب ده كله ليه فاطمة بالذات يحصل معاها كده تنظر لي الأمة بشفقة كبيرة وتواصل حديثها مع تلك الذكريات السودية الموضوع ما كانش زي ما كنا فاكرين فاطمة كان معمول لها عمل سفلي وإحنا ما نعرفش عمل سفلي انتظروا معنى الجزء الثالث عشر إن شاء الله وما تنسوش عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لو وصلتم لهذه الدقيقة ولو أعجبتكم هذه القصة